الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد الرب جل جلاله اسم الله الرب من الأسماء الجميلة التي يشعر معها العبد بالأمان والطمأنينة لدرجة أن كثير من الناس النهاردة إذا شعر بظلم أو وقع في ابتلاء أو خذلان أو نحو ذلك راح تلقائيا يقول لنا رب أو يا رب اسم الله الرب اسم الله الرب ذكر في القرآن كتير جدًا جدًا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني اسم الله الرب ما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى الرب من الربوبية يعني إيه الربوبية قال لك الربوبية تقوم على معنيين خلي بالك معي أول معنى إفراد الله تعالى بالخلق يعني الله هو الذي خلق وحده المعنى الثاني إفراد الله تعالى بتدبير أمر هذا الخلق دبر أمر الخلق وحده يبقى خلق وحده دبر أمر هذا الخلق وحده هم ذلك المعنيين وطبعا الآيات في القرآن الكريم كتير جدًا جدًا بتؤكد وتبين هذين المعنيين أحسن بيان المعنى الأول خلق الخلق وحده سبحانه وتعالى أول آية أول آية وصلت السماء بالأرض اقرأ جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك ومن ربي الذي أقرأ باسمه قال الذي خلق هو ده المعنى الذي خلق وحده سبحانه وتعالى هو ده معنى اسم الرب المعنى الأول المعنى الثاني بقى دبر أمر هذا الخلق وحده في سورة يونيوس ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي شوف اللقاء دي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله هم مين دول مشرك مكة قالوا واعترفوا وأذعنوا وأقروا أن الله جل جلاله هو الذي يدبر أمر هذا الكون فسيقولون الله فقل أفلتت تقون طيب أفردوه بقى بالعبادة فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كيف تتجهون إلى غيره كيف تعبدون غيره كيف ترجون غيره كيف تدعون سواه سبحانه وتعالى زمن أوي أوي حصلت مناظرة قصيرة في الرب جل جلاله المناظرة دي بين إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وبين النمرود الجحود المناظرة دي ربنا سبحانه وتعالى لخصها في آية واحدة من كتابه في سورة البقرة يقول الله على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حاج إبراهيم في ربه يعني ناظر إبراهيم في الرب ربنا بيقوله أن آتاه الله الملك هو عشان ما ربنا سبحانه وتعالى اداك هتفتر بقى وتتكبر وتتاجبر وتجادل في ذات الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الملك المهم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت لحياء والإماتة من أفعال الرب جل جلاله وأفعال الرب كثيرا لا حصر لها ولكن اشمعنا سيدنا إبراهيم اختار هذين الفعلين من بين سائر أفعال الرب ألا لأن هذين الفعلين الإحياء والإماتة هما الذين كان يدعيهما أن نمروذ الجحود كان يدعي أنه يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إزاي الكلام إزاي بتحيي وتميت كان يزعم أنه يحكم على الرجلين بالإعدام فيأتيان بين يديه فيعفو عن أحدهم كده بقى أحياه وينفذ في الآخر كده أماته طبعا ده غباء كبير جدا لما رأى إبراهيم ذلك عمل إيه قاب له حاجة بقى أظهر من كده بكتير أوي قال له إيه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أفحم ولم يستطع جوابا والله لا يهدي القوم الظالمين كيف نعبد الله باسمه الرب رقم واحد أن نكون له عبيدا أقررت أنه ربك سبحانه وتعالى إذن أفريده بالعبادة أفريده بالرجاء والخوف والخشية والمراقبة والطاعة والدعاء والحالف والنذر وسائل أنواع العبادة عشان كده أول نداء في المصحف القرآن مليان نداءات في أكتر من ثمانين نداء أول نداء للناس عامة يا أيها الناس إيه المطلوب إيه المطلوب من الناس أعبدوا من نعبد هيعبدوا مين أعبدوا ربكم هو ذا المعنى بأ أعبدوا ربكم يعني أعبدوا الذي خلق كل شيء وحده والذي يدبر أمر هذا الكون وحده أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى رقم واحد نعبد الله باسمه الرب أن نكون له عبيدا رقم اثنين أن نرضى به ربا يا سلام أن نرضى به ربا آمرا نمتثل أوامره نجتنب مغاضبة نرضى بأقداره المؤلمة نرضى ارضى بوضعك ارضى باسمك ارضى برسمك ارضى بمجتمعك ارضى بأبيك ارضى بأمك ارضى ببيتك ارضى بالله سبحانه وتعالى ارضى به إذا أغناك وحباك ارضى به إذا أفقرك وأعدمك ارضى به إذا أعطاك ارضى به إذا منعك إن فعلت ذلك فقد أمنت بالله وإن أمنت بالله ذقت طعم الإيمان وتلذثت بحلاوة الطاعة كما جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من ذاك الذي ذاق طعم الإيمان أل من رضي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا الرب جل جلاله ترجمة نانسي قنقر